بين السماء والأرض كانت الطائرة الجامبو تشق الفضاء بسرعتها الفائقة التي تتخطى المئتي ميل في الساعة بينما تبدو للناظر وكأنها واقفة في الفضاء بلا حركة هكذا قال أينشتاين عالم الرياضيات الشهير فالسرعة لا تقاس إلا من خلال الأشياء الثابتة كان أحمد شاردا وهو ينظر من نافذة الطائرة والأضواء تبدو من بعيد وكأنها أشباح لا ترى كان كلاوسرو بيرتو الميت الحي يشغل عقول الشياطين جميعا وكلما اقتربت الطائرة من حدود الأرجنتين كلما شغل عقول الشياطين هذا الرجل أسئلة كثيرة كانت تبحث عن إجابات فلماذا اتخذ من الأرجنتين مقرا له ولماذا ساندا كروز بالذات وكيف قبض على هذا الرجل ثم مات مرتين ليظهر بعد ذلك من جديد نظرت إلهام لأحمد وعرفت على الفور ما يدور بخلده وشاركتهم هدى بالنظرات أيضا أسرعان ما همس بعمير في أذن أحمد قائلا إنني أرى الآن كلاوس روبرتو ألا تراه؟ وابتسم أحمد لنفس الوقت الذي تعال فيه صوت المضيفة وهي تعتبر لركاب الطائرة بكلمات مختصرة رجاء ربط الأحزم جيدا سنتر للهبوط اضطراريا بسبب عطب مفاجئ أصاب الطائرة ثم أكملت لا داعي للقلق فكل شيء سيمضي على ما يرام وابتسمت لم تمضي سوى ثوان حتى ظهرت مضيفة أخرى لتقول نفس الكلام وسرعان ما بدى الضعر والخوف على وجه الركاب وتوالت بعد ذلك التعليمات بشأن استخدام المظلات فقد خرج مساعد كابتن الطائرة وظل يشرح كيفية استخدام مظلة الطوارئ لمن يريد أن يهبط بها بينما ناشد كبار السن والسيدات بعدم اللجوء إلى المظلات وأن يبقوا في أماكنهم كان الشياطين أول من استعد للهبوط بالمظلات فقد واجهوا نفس الموقف من قبل كانت الطائرة العملاقة قد هدأت من سرعتها تدريجيا استعدادا للهبوط وأخذت تتمايل يمينا ويسارا مع بعض الصيحات للركاب الذين لم يواجهوا مثل هذا الموقف من قبل كان من الواضح أن كابتن الطائرة يحاول أن ينتقي مكانا صالحا للهبوط كان الشياطين في تلك الأثناء قد أتموا الاستعداد للهبوط بالمظلات حين تعالى صوت إحدى المظيفات قائلا السادة الذين يمكنهم الهبوط بالمظلة الآن الظروف تسمح بذلك فنحن على ارتفاع 700 قدم والقفص سيكون من الباب الجانبي وأشارت باتجاه الباب كان ذهن أحمد يعمل بسرعة فكل شيء تغير فجأة وأشار لبعمير ولعثمان إشارة فهما منها الشيطانان ماذا يقصد أحمد وسرعان من دفع الشياطين باتجاه الباب كان معظم الركاب في حالة هلع ورعب وخاصة كبار السن وكانت المظيفات يفعلن المستحيل من أجل تهدئتهم انفتح الباب الجانبي فجأة وقفز الشياطين ومعهم بعض الركاب من الطائرة كان أول من قفز هو أحمد وتبعه عثمان ثم إلهام وهدى وأخيرا بازم وفهد وبعمير وسرعان ما ابتعدوا عن الطائرة بثقل أجسامهم بفعل حركة الجاذبية الأرضية وسبحوا ثوان في الفضاء قبل أن تنفتح المظلة تتباعا ظل الشياطين معلقين بين السماء والأرض لمدة نصف ساعة وكان بعمير أول من وصل إلى الأرض تبعه فهد وباسم ثم عثمان وإلهام وهدى وكان آخر من هبط من الشياطين هو أحمد وسرعان من ضم إليهم بعض ركاب الطائرة وكانت المفاجأة أن يكون ذو اللحية السوداء أو السيد أدوار بينهم وكان يقترب من الشياطين ثم توجه إلى عثمان وهو يتخلص من المظلة وخاطب عثمان قائلا ها هي الصدفة تجمعنا مرة ثانية والآن يا صديقي أنت وأصدقاؤك ستكونون في ضيافة هذا اليوم ثم ابتسم وهو ينظر لبقية الشياطين وتدخل أحمد في الحديث قائلا للرجل لكننا لا نعرف في أي بلد نكون ثم أكمل متسائلا ثم في أي مكان ستكون ضيافتنا ضحك الرجل وهو يردد كل شيء سيمضي على ما يرام نحن الآن في بلدة اسمها بانيا بلانكا وهي قريبة جدا من نهر نيجدرو الذي يتوسط الأرجنتين وأكمل الرجل نحن لا نبتعد كثيرا عن العاصمة بيونيسايرس في الوقت الذي يمكننا فيه الذهاب إلى سانتا كروت ولم يكد الرجل ينتهي من كلمته حتى التقت أعين الشياطين كان من الواضح أن هذا الرجل يعرف كل شيء عن الشياطين وأن مغامرة الرجل ذي السبعة أرواح قد بدأت بالفعل قال أحمد مخاطبا الرجل ولماذا سانتا كروت بالذات؟ ضحك الرجل وهو يقول إنها بلدة رائعة وطبيعتها الساحرة تجعل معظم السياح مثلكم يتجهون إليها ثم أكمل الرجل إنكم ستحددون إلى أي مكان سنتجه ثم ضحك وهو ينظر لعثمان ويقول أليس كذلك يا صديقي؟ فأومأ عثمان برأسه موافقا كان الوقت فجرا حين تحرك الشياطين بصحبة إدوار وامتد السير بين الحقول والمزارع المغطات بالندى ورائحة الزهور كان الجو يميل إلى الدفء بالرغم من أنه في بداية اليوم وكان إدوار كثيرا ثرثرة وأخذ يقص على الشياطين بعض المواقف التي تعرض لها من قبل وكم مر قفز بالمضلة وكيف أنه يواجه هذه المواقف بأعصاب هادئة وحدث الشياطين عن عمله بإحدى الشركات وكيف استقال ليدير بعض الأعمال الخاصة به ظل الشياطين يستمعون إلى إدوار وعيونهم مملوئة بالتحفز والترقب ولم يمضي وقت طويل حتى كان الشياطين ومعهم إدوار قد وصلوا إلى حدود بانيا بلانكا وهي بلدة صغيرة تطل على المحيط الأطلنطي وقاب لهم بعض الأهالي بمجموعة من الأسئلة فقد انتشرت أخبار فشل هبوط الطائرة طراريا مما تسبب في انفجار خزانات الوقود واحتراق الطائرة بالكامل وكيف أن رجال الإنقاذ يحاولون إخماد النيران كان ثمث آخرون قد نجوا من الموت بواسطة القفز بالمضلة وتابعوا السير إلى حدود نفس البلدة وسرعان ما كانت المنطقة تزدحم برجال الشرطة والإنقاذ وكان غريبا أن يختفي إدوار فور وصول رجال الشرطة وسط دهشة الشياطين استقل الشياطين إحدى سيارات رجال الشرطة التي انطلقت بهم صوب إحدى نقاطها في بانيا بلانكا ومنها استقل الشياطين ميكرو باسا مجهزا انطلق بهم إلى العاصمة بيوني سايروس عندما وصل الشياطين إلى بيوني سايروس كانت الساعة تقترب من التاسعة صباحا وأمام أحد الفنادق الفاخرة توقف الميكرو باس وسرعان ما هبط الشياطين وكان بصحبتهم أحد الضباط الذي أنهى إجراءات السكن بسرعة سعد بعدها الشياطين إلى غرفهم ليغطوا جميعا في نوم عميق عندما استيقظوا من نومهم كانت ساعة الفندق تشير إلى ثالث عصرا بتوقيت الأرجنتين كان من الواضح أنهم في غاية الإرهاق حتى إنهم ناموا ست ساعات دون أن يشعروا بالوقت قالت إلهام وهي تفرق عينيها غريب ما حدث لقد استعدت كل الأحداث أثناء نومي فرد بعمير إن الأحداث مرت بسرعة فعلا فمن يصدق أننا كنا في لندن أمس بصحبة ستيفن ثم الآن بالأرجنتين بعد هذه الرحلة الغريبة فعلا قال أحمد لقد تعرضنا لأكثر من هذا بكثير ولكن المفاجأة كانت كبيرة فعلا ولكن هذا لا يزعجني بقدر غموض المغامرة التي سنقدم عليها فكل معلوماتنا عن كلاوس روبرتو لا تتعدى كونه يسكن سانتا كروث في حصن منية وتقوم بحرصته منظمة خطيرة جدا اسمها توبا ماروس وهي منظمة إرهابية تخشاها معظم السلطات في دول أمريكا اللاتينية فهي لا تتورع في عمل أي شيء لتحقيق أغراضها قال عثمان والسيد إدوار فأجاب فهد ماذا تقصد يا عثمان قال أحمد لعل عثمان عنده حق فعلا فكل تصرفات هذا الرجل غير طبيعية بالمرة قالت هدى حتى أن طريقة تقربه منها عن طريق عثمان بالذات شيء يزيد الشكوك رد عثمان وهو يحاول إضحاك الشياطين ماذا تقصدين بالضبط يا هدى وأشار إلى لون وجهه الأصمر فانفجر الشياطين بالضحك برغم صعوبة مهمتهم الغامضة كان الوقت يمر بالشياطين بسرعة وكان عليهم التحرك بسرعة لإنجاز مهمتهم الصعبة بل المستحيلة وما إن أنهى الشياطين اغتسالهم واستعدادهم لتناول طعام الغداء حتى سمعوا طرقا خفيفا على باب غرفتهم فقام أحمد مسرع ليفتح الباب بينما أسرع خلفه بعمير وفهد كان الواقف على باب غرفتهم أحد الضباط كان طويل القام قمحي اللون صاح وهو يحي أحمد إن السيد خافير بانتظاركم ثم نول أحمد ورقة صغيرة قرأها أحمد بسرعة ثم قال للضابط سنكون معك بعد عشر دقائق حي الضابط الشاب أحمد وانصرف بينما أسرع أحمد ليعقد اجتماعا عاجلا مع الشياطين قال فيه لقد اتصلت بنا السلطات بالأرجنتين وأن السيد خافير هو أحد المسؤولين الكبار بالأمن العام وأكمل أحمد لقد كتب لنا كلمة السر التي من خلالها نتحرك ونعمل بها معهم وسرعان ما استعد الشياطين لمقابلة السيد خافير كانت السيارة التي تنقل الشياطين لمقابلة السيد خافير من النوع المصفح وكان يقودها أحد السائقين وبجانبه جلس أحد الضباط ومعه اثنان من الجنون سارت السيارة الفورد المصفحة وسط شوارع بينوسايرس وتوقفت أمام مبنى نظيف من طابقين وأمامه ارتفعت هامات الأشجار وانتشر حوله الحراس بملابسهم المدنية وقد عرفهم الشياطين بسرعة لطريقة تجولهم حول المنزل تقدم الضابط الذي كان بصحبة الشياطين فرفع الحراس أيديهم بالتحية فرد الضابط تحيتهم وهو يتقدم ويسرع الخطى بداخل المبنى وتبعه عن كثب الشياطين السبعة اشتركوا في القناة